موضعنا النهار ده ايه؟ موضعنا النهار ده عن الشخصية التوكسك يعني ايه توكسك دي يا ايمان؟ احنا كل شوية كل ما نفتح سوشيال ميديا كل ما نفتح فيسبوك انستجرام اي سوشيال ميديا توكسك 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 شخصية توكسك علاقة توكسك حياة توكسك ايه موضوع التوكسك ده؟ اه طب خليني الاولى فاهمكم الكلمة ذات نفسها كلمة توكسك باللغة الانجليزية معناها الحرفي سامة ولما بنقول شخصية توكسك يعني الشخصية دي شخصية سامة مؤزية باللغة بتاعتنا يعني سامة بالانجليز واحنا بنروح على علاقة سامة مؤزية طيب هل الشخصية دي ممكن نقابلها في العلاقات العطفية بس؟ يعني يمكن كل الفيديوهات وكل الكلام اللي بنشوفه دايما بتبقى على العلاقات العطفية بتعاية تلاقي فيديو راح تعمل تعاية ومقطع نفسها وشرينها وعمل فيها وعمل 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 لك ايه؟ فتلاقي وتقولها دي علاقة توكسك يسد تكلميني عربي بقى يسد تكلميني مصري بقى يعني الناس برضو تعبت من التوكسك شخصية توكسك بس دي الحقيقة شخصية سامة طيب الشخصيات السامة دي التسعين في المية بنسمع عنها في العلاقات العطفية هل هي في العلاقات العطفية بس؟ لا ده ممكن كمان نلاقي العلاقات السامة المؤزية دي بنلاقيها في علاقات الصداقة كمان ممكن تبقى فيه علاقات سامة ومؤزية ومتعبة ومتوصل لحالات نفسية وعلاج نفسي بنلاقي علاقات سامة مؤزية في الأهل ممكن علاقتنا ببعض الأهل تكون مؤزية بشكل انها تأثر علينا وبتضيقنا طب هي ايه اصلا صفات الشخص السام المؤزي التوكسك وازاي انا اقدر اتعامل مع العلاقة دي لان طبعا يعني لما انا اتعامل مع اب او ام او اخ غير وانا بتعامل مع شخصية توكسك صديق او صاحبالية غير وانا بتعامل مع شخصية توكسك سامة مؤزية يكون جوزي فكل حاجة على حدة انا هتعامل ازاي الاهل طبعا مش هفغيرهم فانا مضطرة اعرف انا اتعامل ازاي لو انا مثلا والدي شخصية توكسك اللي هو طول الوقت بستفني طول الوقت يقلل مني طول الوقت محسسني ان انا يعني عارفين تكسير بيكسر ما اديه في فيه اهل كده فيه ام كده طول الوقت مثلا نلاقيها تقول لبنتها اديدقني هي لو اتجوزتي شفتي صاحبتك شفتي هالة بنت جارتنا اللي في العمارة اللي جنبينا شفتي خلاص الجامعة واتخطبت وخلاص فرحها الشهر الجاي جايب لها وجايب لها وجايب لها العفش وشايل ومحمل شفتي الراجل طالع نازل جايب حلويات وجايب هدايا شايفت دهب اللي في ايديها من هنا الهنا تفضل تباستف تباستف بنتها لغاية ما تكسر قدراتها وثقاتها بنفسها فجأة البنت تحس فجأة ان هي عنيست سنها جبر في الجواز فجأة حست ان هي مش حلوة الله طب ما هتقول اذا كان اللي بتقولي ده واللي بتغزيني بالافكار السمى المؤزية دي امي فتخيلوا اه دي علاقة اه دي علاقة مؤزية وسمى اه ساعات علاقة الام ببنتها بتبقى علاقة توكسيك سمى ومؤزية وممكن تدمر مستقبل بنتها مدى الحياة لان بتخلي ثقاتها بنفسها تتمحي خالص وترجع تقول ام البخت بنتي ماي اللي ام البنتي ماتجوزتش لغاية دلوقتي ده انت احلى منها ده بص هي عاملة ازاي وانت عاملة ازاي بص انت اللي عملت كده عشان كده انا النهاردة بقولكو ان مش بس العلاقات المؤزية السمى دي بتبقى بس في العلاقات العطفية راجل وست حبيب وحبيبة زوج وزوجة لا بيبقى فيه صاحب ليه صاحبة ليه ممكن تبقى توكسيك تدمر لحياتي نهائي وما اكثر من الصحاب وانا يا ما شفت من الصحاب البناتة في الشغل ممكن تبقى علاقة سمى شغلي اصلا يبقى في حياتي ممكن يبقى فيه يعني يبقى سام بالنسبالي يقصر علي هنعرف كل دمع ديوفنا اللي هيكون معانا النهاردة في الستوديو هكون معانا في الستوديو الاستاذة يارا شهواني اللايف كوتش والدكتور محمد فؤاد استشاري السحة النفسية قبل بقى ما نروح لديوفي المعانا في الستوديو ونستقبلهم معانا زي ما عودناكم كل حلقة في يحكى ان بنكون دايما كده في الاول كده اول 3-4 دقايق بنحب نقدم الحاجات الايجابية الموجودة في حياتنا سواء كانت الحاجات الايجابية دي فكرة جديدة ملهمة او شخصية ايجابية لها هدف شخصية انا لما شوفها وشوف ازاي كسرت الشقة والتعب ووصلت انا زي نفسي جيلي طاقة ايجابية احس ان انا عايز اكمل الحياة دايما الشخصيات الحلوة الايجابية دي بجد حقيب بتأثر فينا اهدي ده علاج نفسي بس غير مرئي علاج نفسي بطريقة غير مباشرة انا ما شوف واحدة في نفس ظروفي في نفس سني في نفس حياتي قدرت تتحدى الصعب وتطلع ارزت نفسي والله كايمان بعض اتفرج وقول اه كسف عدمك وقوم اشتغلي قوم يشوف يبصي البنات بتعمل ايه وفيعني انا عشان كده دايما بنبقى حارسين في يحكى انا في البداية نندي حالة كده حلوة تفتح نفسينا كده على الحياة وعالشغل وعلى الحياة عمور